موسيقى اليوم بنا نحكي قصة نجاح عدنان خاشفجي قصة نجاح تحولت الى قصة حزينة كتبة التاريخ رح ارويلكون اياها والخلاصة خليها تكون من عندكن ولد عدنان خاشفجي في العام 1935 والده كان الدكتور محمد خاشفجي هو الطبيب الخاص للملك عبدالعزيز آل سعود واخوه كان الصحافي جمال خاشفجي وشككته كانت صميرة خاشفجي طليقة الملياردير المصري محمد الفايد وابنه دودي الفايد لتوفى بحادث سير مع الاميرة البريطانية ديانا في العاصمة الفرنسية زوجته الاولى كانت سوريا خاشفجي كان هذا الرجل هو الاغنى عربيا على الاطلاق حتى انه اطلقوا عليه لقب قارون العصر كان يسكن في قصر اسطوري من اربع طبقات في ناطحة صحاب الياخت عنده كان اكبر من ياخت اونسيس وعلى سطحه كان في مطار يتسع لهبوط اربع طائرات عدد العاملين لديه كانوا 610 موظفين بين ملاح وخادم وغيره مساحة مزرعته بكينيا بلغت 100 كيلومتر دارب 100 كيلومتر مربع عمل في تجارة السلاح متمما صفقات عديدة بين الدول العربية والوليات المتحدة الامريكية مع العلم ان ياخت الوليد بن طلال الحالي كان ملك لخاشقجي في العام 1980 الغريب في قصة حياة عدنان خاشقجي هو النرجاسية والانانية التي كان يملكها كل الاموال اللي كان ينتجها ويجنيها كان يوزع على نفسه واهله فقط لم يساعد فقيرا او مسكينا او مريدا او محتاجا على الاطلاق حتى يروى انه كان يبخل على موظفيه وعماله المحتاجين وكان يردد عبارة شهيرة انا لست وكيل ادم على زريته يروى ان خادما له احتاج مبلغا من المال ليرسله الى بلاده لعلاج زوجته المصابة بالمرض طلب المبلغ منه على شكل مساعدة لكن عدنان خاشقجي ازل هذا الرجل وطرد من القصر وحتى قال له الخادم وهو في حالة القهر الشديد اسأل الله ان لا اموت قبل ان اراك زليلا تمد يدك للناس غضب عدنان خاشقجي من هذه الدعوة وقام بفصل العامل وطرده من العمل وجاء يوم الحساب عند الله حيث افلس عدنان خاشقجي واصبح فقيرا مغلوبا على امره ولما افتكر عدنان خاشقجي تكفل رجل اعمال سعودي بشراء تذكرة صفر له من جدة الى القاهرة وعطاه مبلغ من المال لاستئجار شقة هناك وقال له يا عدنان انا لم اتفضل عليك لكن الله امرني ان ادفع لك وكل شهر سيأتيك مصروفك على بنك الراجع ذات مرة سألت زوجة عدنان خاشقجي زوجة عن اسوأ لحظة مرت في حياته فحكى لها قصته مع الخادم الذي ازله وطرده وقال قبل سفره الى القاهرة زهب الى رجل الاعمال السعودي لاستلام المال الذي وعده به واذا به خادمه هناك هو من سلمه المال وبعد ان نظر اليه مزهولا ولم يصدق مرأة خرج مقهورا وعيناه مبللة بالدموع عاش عدنان خاشقجي سنواته الاخيرة يحتاج لمن يتصدق عليه ويدفع نفقات علاجه حتى وفاته في العام 2017 اشتركوا في القناة